تحيات السامي شارميد ريمز وما يزال نرى لهذا السام الذي ما زال يتدوله بقوة فوق مستويات 16 جنيه إلى مستويات 16 جنيه ونص وما يزال له هدف ما قبل تصحيح الدورة السعرية هو المجد الثالثة بتاعتي اللي بدأت من عنده مستويات 9 جنيه بمتال بسط احنا قلنا في السامة احنا عملنا دورة سعرية وصححناها وما زالنا بنستهدف المجد الثالثة منها اللي بتروح عند مستويات 161 فيبو أو 138 فيبو لو كانت الموجة ضعيفة إلى حد ما طيب لو خدت مستهدفاتي هلأ ان انا قريب جدا من مستويات 127 فيبو وما زال عندي هدف عند مستويات 23 جنيه وما زال عندي هدف مستويات 25 جنيه وربع اللي هي مستويات 161 فيبو اللي اعتقد انها مش هتكسر لان حتى الان صعود المجد الثالثة الفرعية كانت خلول ولكن خلينا نشوف المجد الثالثة ممكن تعمل ايه طيب خلينا نركز بقى في المجد الثالثة بتاعتنا المجد الثالثة بتاعتنا اللي بدأت من المستويات دي ومنطقة البساطة اللي بدأت معي من المستويات التسعة جنيه ونص لو احنا لاحظنا في المجد دي هنلاقي النفسين عملنا بيج وان بيج تو ده كله كان سبي وصححت الفور وما زلت بستهدف القمة الجديدة ولكن هل ده سعود تصحيح وينزل يديني فرصة شرعية مرة أخرى يريد ويكمل في الاتجاهة الصعاد هل هيفضل مستمر من المناطق دي هنوضح دلوقتي طيب لو انا قلت المجد الثالثة بتاعت المفروط صح مستوياتي هل هي نفس ان احنا قلنا بتصحها دايما بين المستويات الثلاثة الـ 38 الى 50 فيبور هل هي نفسنا رحنا قريبين جدا من المستويات الـ 61 فيبور ورحنا وعطنا اختبار مناطق الـ بيج سفور الرئيسية بتاعت المجد الثالثة نفسها وصعدنا منها وبقوة وده اللي يهمني طيب انا دلوقتي عايز ايه عايز اشوف هل حصل الانعكاس ولا لا اروع على فيم 15 دقيقة مع بعض واحنا في منطق الدعم لو لاحزنا لايه ان عندنا صوت خماسي ولكن خبول شوي لو احنا عزنا ملنا بيك وان بيك تو ده كله كان 3 4 5 اعتقد وتصحي على شكل خماسي وبعدك لا اعتقد انا مش شايف ان ده صعود خماسي ولكن خلينا نمشي مع السامدة واحدة واحدة ونرسم نمشي مع تريند لو انا قصرت التريند اعتقد هيكون النظر سابق لكن طول ما انا محافظ على زخم المناطق دي اعتقد هيكون النظر جبئي طيب اول منطق الدعم انا ممكن لو لايت فيها ردة فعل قوية هي المناطق دي اللي هو وقع اللي يتشاكل من الموجة الاخيرة دي اعتقد المناطق الدعمي دي عند مستويات 18 جنيه مناطق مهمة جدا جدا لان ممكن يكون عندي خماسي صحي خماسي ويبدأ الصعوب من المستويات دي ويبدأ الصعوب من المستويات دي اعتقد حتى الان ما فيش نظر واضحة ولكن اعتقد الصبر افضل مع السامدة لحتى ما نشوف لان حتى الان الواضح ان احنا بنعمل قناة سارية صعيدة حتى لو بس انا ده قناة سارية صعيدة يعني ما فيش اي حاجة ممكن يكون قناة سارية صعيدة ما قبل التسجيل القاع جديد وببساطة ممكن ناخد نفس طول القاع نفس طول الضلع ده من المستويات دي او اقال يعني ممكن يجيب زخم اقال ولا نفسي قريب جدا من مستويات الخمساشر جنيه ومص حتى الان لات تتأكد النظر ومازلنا في ادعم مستويات الثمانتاشر جنيه اللي ممكن نبص عليها قريبا اللي عنده مستويات الثمانتاشر جنيه ربعا نبص عليها بكرة ومازال حتى السهم حتى الان السهم غير واضع واعتقد ان السهم ممكن يبدل يدينا ضلع اخر وحتى الان هذا الصعود اعتقد اقرب الى صعود تصحيحي من الصعود اندفاع يعني ممكن يكون ده شكل اي بي سي والتصحيح ده اصغر ولكن التصحيح اللي جيده اكبر فهيدغل التصحيح اللي في النص اعتقد خلينا انتظر نشوف ردة الفعل في نهاية الاسبوع وبعد كده نحدد ولكن السهم ما زال له هدف حتى الان وبالتوفيق